السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله وبركاته التنمية التنمية باكاظرية. إذا مرحبا بكم في الدرس ديال التضمين الوسع واللي كي تعتبر من الدرس البساطة بزاف واللي كي تحطوه في المسيحال الوطني. إذا بالدرس هذا فيه يعني سماعين دياله روتينية. سماعين دياله قد تكون معروفة. قبل التنمية باكاظرية ديال الدرس كيف اجدائر. أنا كنقول هالكي تعتبر من أسهل الدرس. وخاوة كيت تعطاه واحد زخم كبير بلغة صعيب 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 صعيب. والله العظيمين من أسهل الدرس. حنا نشفوه اشعرف متحانات وطنية. ونشفوه التسابرين دياله كيف اجدائرين. مال بعد ما نفهموه بعدها الكونتوني ديال الدرس. واخر نتوقع الله هالدرس شنو عندي فيه. أولا نكون عافش نوات تعليف بتاع تضمين. أولا نكون عافش نوات تعليف ديال. الثاني حاجة همهج أنواع ديال الموجات. حنا نشفوه كيف نقصده بالموجات الحابلة. والموجات المضمينة والموجات المضمانة. من المراهة عندي ميسمة بدارة المنجزة للجداء. حنا نشفوه كيف نقصده به دي. ومراهة كي يجي العنوان ديال عندي التوتور المضمان لداروري. كي تتطرق التمرين كي يوك مثلا بيين أنه. وكي أعطيك واحد تعبير سبيينه. كي تكون طريقة معروفة وحامضة وحقيرة وسهلة. وعندي مراهة نسبة نسعة التضمين. تشفوه كيف تدور ديالها. ومراهة كي تجي الجودة نسعة التضمين. كي يجيوك مثلا حدد الجودة دياله. واش رادئ واش حريج واش ممتاز. ومراهة عندي إزالة التضمين. إذا شو قنقصده بتضمين؟ إذا شو قنقصده بتضمين؟ التعليف دياله البسيط والحقير. التعليف هو عمليات نقل معلومة ترددها منخفض. مثلا هذه المعلومة تكون أكثر إشارة صوتية. بواسطة موجة ترددها مرتفة. على سبيل المثال. مثلا إذا بنت أريد أن يقول آه بشوية هنا مثلا. نحن نريد أن تتوصل لك براسة بعيدة عليك. وتتوصل لك مجهداء. تسمع لك آه بحالك. إذا هذه العملية تتضمين. كيف كان ديال هذه القضية؟ هو ما يسمى بالتضمين. إذا نسو كله على الله. ما هو على التضمين؟ ما هي المطريقة بشكل أجمع على التضمين؟ لدي هذه الطرق. لدي أول حجر ما يسمى بالتضمين اللوسع. تضمين اللوسع. كيف نقصده بسماء اللوسع؟ لنرى ما نقصده بها. ومنورها عندي تضمين التردد. وهي. وعندي تضمين الطور. الطور. ما يمكن أن يقولك؟ ما يمكن أن يقولك؟ ما يمكن أن يقولك؟ هو أنه. يجب عليك واحد تسامة. ويقول لك. هنا تضمين في التضمين التي تتضمينها. لديك حقق لها تسامة. لنعرفه. لنعرفه كل واحد. ما هو؟ كانت تضمين. إذا هنا تضمين اللوسع. هو الذي سنرى. أنا أرسمكم القرافة. لنعرفنا القرافة. هذا تضمين اللوسع. لنعرفنا القرافة. هذا تضمين اللوسع. هنا فش نرى الميسمة باللوسع يتغير. الوسع دي الموجه يتغير. هذا الموضوع، هذا على بعض الموجه يتغير. هذه الأن وهذه. أنا أريد. هذا تضمين اللوسع. بالنسبة للدومين، هذا تضمين التردد. ما هو تضمين التردد؟ أعني التردد أو تغير؟ التردد لما أصبح التغير. أو الدور كان يبقى تغير، انه ينزل سوريا الناس. ما يمكن أن يكون تغير؟ لهذا يمكن أن نفع التشكيل. إذا إن كنت ترى التغيير لما يجب أن تضمين التردد. هذا تضمين التردد. وهي يكون على هذا الشكل هذا. يؤدياً ويقوم بقى اللحظة بإمكان مدرسة فهو ما يتغيره. يعني هنا الموجة ليس كتبت من أولادها. لا. وتوصل إلى واحد فترة ويقوم بصابة لجلسة. يعني هنا اللحظة يبقى يثبت له. هناك حدث وهو ما يثبت له. هذا الشكل يدعي على تدامين للتطور. هذا التدامين له التداد والتدامين الوسع. عندما نحن في البكالورية قد نحصل. ماذا سوف ن展س على كنية الشمzept الرئيس اذا انتظام على التدامでは 어떤 قليل تستخدمك الموجة الحاملة هي هديك الموجة اللي غادي تهزلك هديك التصدد اللي منخافض الموجة منخافض الاخيرات مثلا بحب بها لن، اقابلها اا ما تقول بها اا لن يوجد بها اا اا لا تريد ان احصل لك لشي براسة قريبة لك هذا الأساطية الاعتمار سوف احصل لن خطبيه لي الإصالي من الموجة التي ستهزلك عن الموجة الحاملة ماذا لن تعرف ماذا يؤديك التصدد من الموجة الحاملة كارمزولها بP P2T صافي؟ إذن P2T عندها واحد تعبير كارمزولك الأساديك Pmax cos جوج P كيف تسمى هذا؟ هذا هو التوتر الموجة الحاملة ممتاز مورا حسب كيف اذا كقل؟ كيف تسمى؟ �� الموجة المضننة المضننة موجة المضمنة �cible موجة المضنة هي هاتي الموجة اللي عندها تصاردددددzk لها منخافض هي هاتي الموليس العقل مزياب و الأن هناك الكسر impacto الجهز بكسرها لسحس يعني تصادق ديالها من خفض هي الإشارة مسكينة مدعوقة كيارمز لها كيارمز لكم بها الأساد بS2T إذا كيكسب لكم S2T تساوي S Max S Max Cosunus جوج P F S 2T تفهمنا؟ ينذابه هاد جوج هادو هاد هي الموجه المضمينة أو لك تسمى بالإشارة هاد هي الاسادة كيسمه بالإشارة الاشارة إذا كيكسب لكم نوصلها مثلا بريتي 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 بيم حمرة أسقوله أسقول دوساري يعني لابن أكسر كيز على روحة أخرى دبه هاد هي سمارين هاد الموجه الحاملة كيكون اسمه مزيئا هاد الموجه هاده اللي قلنا في هاد البلاصة هاده قلنا هاد الموجه هاده هي اللي كي تنتج ليا يعني هو السينير اللي كيوصل أما هاد الموجه الحاملة كيفاش تكون دايلة والموجه المضمينة كيفاش تكون دايلة كيفاش دايلة بالنسبة للموجه الحاملة دي ما تصردو ديالك بونا كيكون مرتفع تصردو ديالك يكون مرتفع وكيفاش تشكل ديالها كيكون كيكون هو هاده هاده هي الموجه الحاملة كيسكون دايلة بحالة تشكل كيسكون تصردو ديالها مرتفع يعني دورها صغير هل تفهم؟ نعم؟ 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 إذن تسمى الموجة الحاملة هذا هو عافك تصردد هذا هو الغراف بالنسبة للموجة المضمنة عقل مزيدة جيزك بخير هو هذا المنحنة تكون دورها تشكل تكون ديرها بحلهاك تكون عندي هذا الوسع هذا كبير هذا ليس كبير أما الوسع في الأصلرة هو هذا هذا هو الوسع لنقصوه به في الموجة أما هذا ينقصوه به تدور دينا ما هذا الدينا؟ هذا الدينا هو أننا ندمجوه ندمجوه فشكا ندمجوه؟ إذن الموجة الحاملة مع الموجة المضمنة كما ندعم الموجة المضمنة التي سنرى إن شاء الله في تسميه هذا الموجة المضمنة هي التي تصل لها إذا تبعنا نستمجوه هذه الدينا الداخل هي هذه هي الموجة الحاملة وهذه الدينا هنا في هذه هذه الخميطة هي الموجة المضمنة هي هذه يجب أن نظر واضح إذا الموجة الحاملة سوف نعرف نعرف التعبير وهذا السيارة ويجب أن نعرف نعرف التعبير ويجب أن نكون أعلى بره كيف نصل نتعلم نتعلم كيف نخرجه في هذا الريزولطة هنا نستعمل ما يسمى بالضارة المنجزة للجداء هذه. كنا نستعملوا الضارة المنجزة للجداء. صافي؟ إذا نشوفوا كيف يوقع باشك يعطيني هاد البروتوكول. إذاً الضارة المنجزة للجداء كيكون فيها جوج ديال المداخل. كيسكوا عندك المدخل O1 ومدخل O2. مزيان. شنو سيكون في المدخل O1. دبنا عفاك بغي يسمعني مزيان بعمق. كون عامق. شنو سيكون في المدخل O1. المدخل O1 هنا فيك ندخله الإشارة دينا نحن يريد أن نوصله. صافي؟ إذاً هذه الإشارة اللي قلنا المنحنة ديالها دير بحال هكا. لكيكون عندها تصردد ديالها منخافض. هادي هي اللي كان بريد أن نوصله. مزيان. بحنا شنو غا مشيون ديرو. إحنا بحيلة غادي نجيو هادي ونحطوها فوق من فوق من الموجة الحاملة. إذا بحنا باش نحطها فوق منها داوري يخذكم هزة واحد شوية. بحالة الشكل هذا. باش أن يعني نقدر نحطها فوق من الأخرى. هاكا. إذا كنت نزيح. كنت نزيح. هاتسين راتر لفوق. باش نزيحه. كنت نزيحه بواحد تصوطر كي تسمى U0. اللي يخصي تبات عقل عليه هو شنو. هو أنه في هذا المدخل O1 كان أبليكي وما يسمى بS2T. بS2T. اللي هي الموجة. يعني الموجة المضمينة دينا. زائد U0. هنا. الأستاذ سيقول لكم في هذا المدخل O1. كان أبليكيو. هاتسين راتر زائد U0. لحقا شدار الموجة زائد جدا. فيها جدا المداخل. مزيح. وما يجب أن أدخل O2؟ هنا ندخل الموجة الحاملة اللي يسمى P2T. إذا هنا. هنا ندخلو واحد تصوطر. اللي يقيمان ساوي S2T. وفي المدخل O2. ندخل P2T. إذا هذا الجهد الذي يدخلو هنا. يتميكسه. ما يجبني؟ يجبني هنا ما يسمى US. تصوطر الخروج. US. صافي؟ US2T. هذا US2T. يجب أن نرسمه الغراف دياله. يجبني أنه هو الموجة المضمانة. إذا ديالة بحالك. يسكن ديالة بحال هذا الشكل. عبتان هنا نحاول ورسمها. ها هي. وهناك يكون الداخل الوكونتوني. ديالة بحالك. إذا الشراب هذا يسمى هو التصوطر المضمان. هذا كامل. هذا كامل ممكن نسميه بالموجة. المضمانة. 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 أو اللي بتصوطر. US2T. تصوطر المضمان. إذا انطلاقها من الموجة. من الإشارة. أو دا الموجة المضمينة. الموجة الحاملة. يتميكسه هنا. إذا بحال شي خلاط كهربائي. بحال شي مولينكس. وهناك يخرج لك. ما يسمى من الموجة اللي بغينا. أنصيف طوها. صافي؟ الموجة المضمانة. مزيان. هذه العملية هناك. كيف تدير سوقع؟ نحن نشبع بك. كيف تدير سوقع؟ إذا هي اللي قد يصل له. لهذا العنوان هذا. تصوطر المضمان. هيا باتبع معي. إذا. يقول عندي الموجة المضمينة. كدخل الموجة الحاملة هناك. إذا. ما هو الدور دياله هناك؟ الدور ديالنا. هو أننا نحدد التعبير. التعبير. أفكسنا مزيان دا جايزيكي بخير. ما نقول له تعبير. التعبير. تصوطر المضمان. عندما نقول هذه الكلمات. ستكون لذلك ضبطهم. الموضة. المضمان. بمعنى. شنو هو التصوطر المضمان؟ هو الاس. هو هذا. نحن نحن نحدد التعبير متاع. الصوت اولا مضمان. وسمعنذية ما يقول لك أخر. ما نتعرف على أخر؟ نحن نحدد التعبير. التعبير متاع. ووسع. 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 موضم الوسع. موضم.لوسع. كيف ازما هل الكلمة هدي؟ سلام زي الله جزيك بخير قلنا هذا تسمى التوتور المضمن يعني هذا هو اللي وقعت له عملية تضمين الوسع إذا هذا تسمى هو التوتور مضمن الوسع هذا بوحده تسمى التوتور مضمن الوسع كذب هذا الكناي بالشكل التوتور المضمن نحن نقصر على هذا الشيء مرس تسمى التوتور مضمن مضمن ولكن هذا الأمر سيضع لكم التوتور المضمن الوسع واخر هذه واضحة كذلك نقصده بتعبير واسع مضمن الوسع هذه نحن نعرفها نحن نقصر سنقوم بس سنقوم بس هناك تعبير الوسع كما نسمى الوسع لديه قرأة في رسل إذا قد تصبح هذه سنقوم بسرسل سنقوم بسرسل وعندما نظر لديه الوسع كما نقصده هنا على هذا الوسع اسم يسمى الوسع الموجهة المضمنة ماذا يسمى الوسع الموجهة الحاملة كما نقصده بسرسل كما نقصده في الوسع сделал الشكل ديال شي حاجة حاجة في الكونوس ديال كاذا 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 إذن هادّ الحاجة هذي 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 نسميها بوسع مضمن الوسع إذا كنظم بها فكرة راحة واضحة هذي كاملة كاملة هذي 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 كي تسمى مضمن الوسع بحده وغيها هذا اللاب بارسي هذي كي تسمى هو الوسع دياله مضمن الوسع إذا كنت أجد أن نبيرها واضحة أكثر من أي شيء يجب أن نبشر العمل لنا إذا كنت أرمزه بأم إذا كنت أرمزه بأم بأم الأستاذ سيقول لكم هذا يسمى بأم بأم إذا في العربية العرب هذه الأستاذ نحن نحسبه هذه الأستاذ سيقوم بأم بأم في الكوس يونيوس ديال دو بي أف بي إن شاء الله نحن نشوفه كيف نتعرف إذا كنت أرمزه وهذا كنت أرمزه هذا كامل يسمى بتوتور المضمان الوسع هذا يسمى وسع مضمان الوسع سعفة إذا نبقى الله إذا كنت أرمزه إذا كنت أرمزه وعفنا كل ما يسمع ما أرمزه سأرمزه أن تعبير التوتور نضع لكم لكي لا تشعروا بالرعب التوتور المضمان الوسع يكتب على الشكل التالي الوسع يكتب على الشكل التالي أو في المسيح الناس يعطيك هنا بقليل المضمان الوسع يعطيك يكتب على الشكل التالي في الوسع ويأكتب على الشكل التالي في جديد الكرة أتمنى حالك ترى عليك السؤال للأستاذ هذا يسمى بطاوبتور مضمن الوسع نحن 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 نرى هذه الأسئلة أرى بصية، طب ستب والسؤال أخر نحن نشوفه إن شاء الله أو ثاني لاحظة معي مزين هنا هذا بوحده، ماذا نسميه؟ هذا بوحده، ماذا نسميه؟ هذا هذه القوة اليوز بوحده هذا يسمى هو هذا هو التعبير التعبير وسع مضمن الوسع وسع مضمن الوسع أرى ماذا نريد أن يكون كلمة؟ إذن هذا سوف نرى الكلمة اسميه نسع وماكس 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 وارخ مدى وماكس 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 سع وماكس وماكس كيف سنستعمل لها؟ إذا نجد سنعلم سنقوم بأس dutte إذا طريق سنجواب سنقوم بأس dutte سنقوم بأس dutte سنضرب هذه سنضرب سنضربها في تصويت ترمي وهي الحجم والس 2T وهيا ونضربها ٩ تساو ٩ ٢ و ١ ٥ لأول خطوة هنمسي كنفعلوها ايضا لديهم مال مرة لم تقوم بما نساو سنعوض او فخل الكيسابا فرياضية ليس صار حايزيكا قادي كس كسب الأصد هكاف فراليني أنا غير حقا جميعني شلسي بس هنحاول نكسب هناي هنلم جيكس بكا هيا If I want to cut نعوض S2T بالقيمة لها ما هي قيمة نسعة S2T تتابع نسعة زعم هي S max cos 2 P F S T ها هي بوحدة و نزيد عليها زائد U0 صافي؟ و هاتشي كانت غاندربوه هاتشي كانت غاندربوه P2T اللي هي P max cos 2 P F P T من مرة هاتشي كانت غاندربوه اول خطوة هاتشي الثاني خطوة هاتشي و قامت بالأداب وحدة و بحليهود هدى اخصي يبقى بوحده صافي؟ ثاني خطوة هاتشي بسيطة وسهلة قد نجي الهاديها قد نجي الهادي و نعمل بالU0 نعمل بالU0 ما هي تضيعني فش نعمل بالU0 و هيعتي K و نضربه في U0 في S max هنا لا يوجد أزارو هنا نقسم على أزارو كوس يونيس جوج بي أف أس تي زائد واحد سوف نضرب بي ماكس كوس يونيس دو بي أف أف تي صافي؟ مزيان ماذا سوف نفعل؟ نحن معي بان قارنو هاد كوس يونيس سوف تأكد كوس يونيس هنا يوجد أحد يوجد أس تلك الملجة كس يونيس سوف نكسب كوس يونيس يونيس ضرب نضرب بالم 2 ت 1 زائد واحد و سترك إليها الكوسيونيوس بوحده إذن في الكوسيونيوس 2P Fp Ft إذا كان ربما نظن بيهذا ربما واضح سنحن محاولين لقررنا دار ما سنضع أم سنضع هذه كاملة إذا نضع هذه الأم هذه الأم والأم هي التي نضعه في الكوسيونيوس إذن هي الأم و سنخرجه في الرزولتات إذا نجمعنا هذا الشيء فالتسعبير هذا إذا نعرفنا A وعرفنا M إذن A تساوي كفوة M هو M هي S الوسع المضمنة على 0 مزيان ما هو التعبير المساع التعبير وسع وسع مضمن الوسع ما هو الوسع مضمن الوسع الوسع الذي هو التعبير أدب وحده إذا U تساوي هي A 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